صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد شرفني سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس القمة العربية بإلقاء كلمته الرئاسية بمناسبة افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في مستهل كلمتي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لقد تشرفت الجزائر باحتضان الدورة الواحدة والثلاثين للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد فضلا عن اندلاع الأزمة الأوكرانية التي وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد وأمام تحديات جديدة متمثلة خاصة في الأمن الغذائي والطاقوي وفي هذا الصدد أجدد الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية العربية لا سيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة على الصعيد العربي ستنظم الجزائر خلال الشهر الجاري الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي بحضور كبار الخبراء والمختصين العرب للخروج بمقترحات علمية وعملية ومشاريع ملموسة تمهيداً لاعتمادها وتجسيدها بما يدعم الأمن الغذائي لشعوبنا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد وضعت الجزائر رئاستها للقمة العربية تحت الشعار لمشم الحيث بعد إعادة توحيد الصف الفلسطيني في الجزائر الذي كلّل بتوقيع الإشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه نواصل التنسيق مع أخي فخامة الرئيس محمود عباس مساعيناً رامية لاستكمال مصار المصالحة الوطنية الفلسطينية شعار لمشمل تجسد كذلك باستعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل جهود الدأوبة التي بذلت ومما يضفي عن هذه العودة طابعاً خاصة بالنسبة للشعب الجزائري كونها تأتي تزامناً مع إحياء الجزائر لذكر مجازر 845 وأود أن أرحب عالياً باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وفاء لمسؤولياتنا التاريخية إذا الشعب الفلسطيني الشقيق وتجسيداً لمركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الجزائري فلقد سخرت الجزائر ديبلوماسيتها خدمة لقضيتنا المركزية حيث واصلنا المساعي على مستوى الأمم المتحدة لحجد الدعم اللازم بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة وذلك بالتنسيق مع كافة الأشقاء العرب كذلك وبمناسبة الاحتفال باليوم عالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ليس فقط لوضع حد لتعنّة الاحتلال ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال كما ساهمت الجزائر في الخطوات العملية التي تم اتخاذها من أجل اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل دور محكمة العدل الدولية من أجل تكريس حقوق الشعب الفلسطيني فضلاً عن توقيعها للائحة التي تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض إجراءات عقبية على الشعب الفلسطيني وقيادته ومجتمعه المدني وهذا بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية مع رفض الجزائر كل الإجراءات العقابية داعية رفقة باقي الموقعين إلى الغاء الفوري لهذه الإجراءات من جانب آخر وتنفيذ لقرارات قمة الجزائر إن عقد مؤتمر دعم القدس وتوجى باعتماد جملة من الإجراءات من شأنها تعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف الذين يتعرضون يوميا إلى ممارسات إجرامية واستهداف حياتهم بالإضافة إلى القمع الاستيطاني الممنهج وسط صمت دولي رهيب وعجز تام عن ضمان الحماية الدولية للازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته لقد أقدمت سلطة الاحتلال على تصعيد خطير تمثل في الغارات الجوية الغاشمة التي شلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء عزل إننا ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق وندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الاحتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمبادرة السلام العربية التي أكدنا جميعا تمسكنا بها في قمة الجزائر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لطالما دعت الجزائر لا سيما خلال القمة العربية السابقة إلى الاهتداء بفضائل الحوار لتأسيس علاقات بناءة مع دول الجوار الجيوسياسي التي نتقاسم معها روابط الدين والتاريخ والإرث الحضاري فضلا عن العامل الجغرافي وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لبوادر الانفراج التي حدثت من خلال التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين التوركية وإيران والذين توسن فيه انفراجا في أزمات المنطقة واستقرارها وخفض التوترات مما يفتح آفاقا رحبا للتعاون والشراكة ويمهد لإحلال السلام في المنطقة وفي بعض الدول الأعضاء لا سيما في اليمن الشقيق حيث نثمن كل الجهود المبذولة لتسوية هذه الأزمة بصفة نهائية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق كما نؤكد على ضرورة تعزيز التضامن مع أشقائنا في الصومال وجيبوتي في مواجهة الجفاف الذي تشهده منطقة القرن الإفريقي للعام السادس على التوالي والتي تتطلب من تدخلا عاجلا لتفادي كارثة إنسانية محدقة بهذين الشعبين الشقيقين وكافة شعوب المنطقة أصحاب الجلال والفخام والسمو يشهد السودان الشقيق انفجار دائرة العنف والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد بعد أن استبشرنا بالاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه لطيّد صفحة مرحلة انتقالية وفور التدهور المدسارع للأوضاع على خلفية استمرار المواجهات المسلحة بين الأشقاء السودانيين سارعة الجزائر بإرسال رصائل إلى كل من الأمين العام الأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية القبر المتحدة والأمين التنفيذ للهيئة الحكومية للتنمية إيقاد من أجل تحرك سريع لحقن الدماء والعودة إلى المصاري السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة بعيدا عن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية وندعو مجدداً الإخوة الأشقاء في السودان إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والاحتكام إلى فضائل الحوار لحل الخلافات وتجليب الشعب السوداني الشقيق مخاطر الإنزلاق في دوامة العنف الدموي الذي يشكل خطراً على السلم الاجتماعي ووحدة بلاد أصحاب الجلالة والفخام والسمود لا يمكن الحديث عن الأوضاع السائدة في منطقتنا العربية بمعزل ما عما يشهده العالم من تحولات عميقة وتطورات متسارعة تؤشر لظهور نظام دولي جديد متعدد الأقطاب على أنقاض نظام القطب الواحد إن هذا الوضع بتعقيداته المتعددة وبتداعياته الكبيرة يفرض علينا تعزيز التضامن والعمل كمجموعة موحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير ليكون لنا دور فعال وفاعل في تحديد توازنات الجديدة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على مصالحنا المشتركة ولنا من القدرات والإمكانيات ما يسمح لنا بتبوء مكانة مرموقة للمساهمة في رسم معالم مستقبل أفضل لشعوبنا من هذا المطلق وإدراكاً منا بحجم وطبيعة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة العربية وانطلاقاً من إيماننا العميق بفضائل وأهمية العمل العربي لمشترك المتجدد أود التأكيد مجدداً على حتمية إصلاح وعصرنة العمل العربي المشترك وفق نهج جديد يتجاوز المقاربات التقدية ليضع في صلب أولوياته انشغلات وهموم المواطن العربي وإذ أعرب عن امتناني لدعمكم للمقترحات التي تقدمنا بها من أجل تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك أشدد على ضرورة تجاوز هذا الاستعصاء الإصلاحي والإصراع في تفعيل هذه العملية الإصلاحية المحورية لتمكننا من مواجهة التحديات المطروحة حالياً على مستويين الإقليمي والدولي في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص التهاني وعظيم التقدير لأخي صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين وكذلك لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليه رئاسة الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية سائدنا المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه في تحمل هذه المسؤولية السامية ونحن على ثقة تامة بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستقود بكل جدار واقتدار أشغال مجلسنا لما عاهدناه منها ومن قيادتها الحكيمة من حرص دائم على وحدة الصف العربي وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونيابة عن رئيس القمة العربية الواحدة والثلاثين سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسعد لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتفضل بتسلم رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين متمنيا له كل التوفيق والنجاح